بنستكمل الحديث بالطب لأنه في علاقة ما بين الطب وما بين الموسيقى فن الجراح فن الطب وفن الجراحة فعلا وفي نفس الوقت بنسمع دايماً أنه في محاولات للعلاج بالموسيقى الفن كمان بيكون حاضراً دايماً مع الأطفال تحديداً لترويح عنهم في ظروف قصية فرضت عليهم بالمرض عايزة أعرف الطب في حضرتنا بالمناسبة دايماً أنت عارفة فيه في علما نفس حاجة اسمها association of thoughts كلمة فن في حد ذاتها تعريف كلمة فن هي manual skillfulness المهارة اليدوية البيانيست فنان البيانيست فنان الجراح شغلتنا بقى فنان مسألة مش مسألة زي البعض يقول لك جزارة مش جزارة وكلام الفارغ دايماً فالفن هو المهارة اليدوية استغرابي بقى زورتلك حاجة مهمة إن وجدنا إن كل حتة في جسمنا represented وممثلة في what's called motor area اللي موجودة هنا اليد الوحدها حتة الصغيرة ده هياً لها مساحة في المخ قد مساحة اللورلين بكله أو الطرف يعني الساق من أولها الأخير ليه؟ لأن اليد محتاجة fine movement تقدر تتحكم في الحاجة أخرى بالنسبة للفنانين الاريا ده هياً بتاعة الإيد عندهم أكتر من غيرهم يعني مساحة اليد عند الفنان عنده مساحتها أكتر من غير الفنانين يعني دي مختلفة هم بيبوا مولودين كده يعني هو مولوق عشان كده هون واحدة ماتسرت مثلا كان قد أوركاسترا في سن تسعة سنين ونكتشف إن جده الرابع ولا الخامس كان برضو مايستر وكان فنان كبير يعني إنما شوف الجينات جابت إيه يعني ففن الطب وفن الجراحة فن يعني وما فيش شيء ينجح إلا إذا كان الفن موجود فيه فعشان كده نجد واحد زي داوسن يقول العلوم جميعاً خاصة الطب نشأت في مصر أكثر من خمسين قرن من الزمان لدرجة إن واحد اسم جاميسون هاري طبيب إنجليزي بيطلب من أطباء العالم كله إنهم أن يكون رمز مهنتنا هو قيم حتب وليس أبو قراط يعني إحنا ما تخرجنا كان القسم بتاعنا أبو قراط لا هذا الرجل الإنجليزي عاوز يكون رمز مهنتنا هو إيم حتب الطبيب المهندس العظيم اللي هو بان الستيب براميد اللي هو الهرم المدرج ويقول يكفي أن أبو قراط لم يصف النبض ولكن إيم حتب وصفه قائلاً إنه النبض دا اللي إحنا بنحسن حديث القلب في الأوعية الطرفية هو أنا بحط أيدي هنا عشان إيه؟ عشان أشوف هنا مش الإيد نفسها لا أنا أزعر في القلب بتاعه شغال ولا لا وشغال مظبوط ولا فسماه حديث القلب في الأوعية الطرفية إحنا وإحنا طلبة كنا بنحط الشارة بتاعة إيم حتب في العروة الجاكتة بتاعتنا مفروض الكلام دا يرجع الوقتي بقى رمز مهنية بقديراً للحضارة دي دا أنا أذكر حتى كنا في الراوند كده مع هي موجودة في الرشدات الدكتور موجودة في الرشدات في دا كترة أعتقد اللي هي الحتب الصورة A موجودة لا هي في الرشدات اللي هي العين عين حورس عين حورس دا رمز الطباء العالم بيحطوه صحيح عين حورس لأن عين حورس الأنكل الشرير بتاعه أو عام الشرير بتاعه ضيع عينه لأنه تنكر عليها تخنزير اسود وفقع عينه فنزلت ربة السماء وقعدت له عينه فأنا لما بحطها الرشدات وأي طبيب بحطها وعد من الطبيب للمريض سأعيده إليك صحتك كما عادت إلى حورس عينه حلوة قوي القصة دي حلوة قوي الحدوتة اللي ورا الصورة فمنذ ذلك التاريخ أصبح أي طبيب في مصر أو غير مصر يضع عين حورس وغاية النهار دا ما احنا بنقول العين أليها حورس الأن أليها حارس حارس اللي هو حورس اللي هي محفوظة يعني يوم بتاعه الشيء العجيب لأن عم الشرير لوسات تنكر هاية خنزير اسود مصر حرمت أكل لحم الخنزير منذ ألف سنين جمعوا يهود بقى هما كانوا قبائل كده مع الهكسوس والجماعة دول خدوا الحتة دهيا من هنا وأصبح بقى تحريم أكل لحم الخنزير بعد ذلك احنا معنا صور زي ما عرضنا ليه الغناء والموسيقى معنا صور كمان تكسيد الطب على جدران البريبة دول عملوا تصور حضرتك عملوا عملية مايا بيد أي وعملوا عملية التربانة وعملوا زراعة الأسنان طبيب الأسنان وطبعا التحنيت كان من نتائجه الرائعة هي الدراية الكبيرة بدقائق جسم البشر دكتور محمد فياض يحكي لنا أنه كان فيه مؤتمر في سنغافورة وكان بيتكلم زي قدام المصريين كانوا بيعرفوا إذا كانت الست هتونجب ولا لأ دكتور النساء والتوليد الشهير طبعا فـ ويشوفي دقة يعني تصوري حضرتك الفن الروماني نفسه كان كل شغله على المصيس على الحجر الجيري على الطمي المحروق لأنه ما كانوش يقدروا يحفروا على البازيلت وعلى الجرانيت إنما إحنا كنا ده مش بازيلت وجرانيت وديوريت اللي هو يعني زالماس صعب الحفرة عليه كانوا يعملوا عليه تماثيل وكانوا يعملواها ليه لا لا ده فيه حاجات لسه لغاية لغاية مش عارفينها يعني مية بسق في غرفة الملك في الهرب الكبير وزنها يتروح من 70 ل 90 طن ترفعت ازاي على ارتفاع حوالي 5 ادوار او 6 ادوار مش ممكن لغاية لغاية فيها علمات استفام كبيرة هل كانوا بيلغوا الجاذبية الارضية بحيث ان يقدر حاجة زي دي قدر يرفاحها مها ترفعت ازاي دي مش عارفين فيه حاجة اسمها اودريس بوكس اللي هو صندوق اودريس اللي هو بيلغي الجاذبية الارضية انما ده الكلام انما لازم نعصر على هذا الصندوق عشان نقدر نعرف انما الغاية دلوقتي هاتي حد يفسر وعشان كده لسه كان فيه فيديو شايفه الواحد رجل انجليزي يقول اوه عتصدق واحد يقول لك انا عارف الهرم ده تبنى ازاي الغاية لا تحن بش عارفين الطنلز اللي جوه الممر الهابط اللي انتي تبصي فيه المجموعة النجوم اللي هي اوريون او المجموعة النجوم اللي هي بتاعة الشارة اليمنية اللي هي تعلن بداية السنة الشمسية كل ده تبنت ازاي ده الممرات اللي جوه دي تبنت ازاي الدقة الرهيبة دي زاي البوليشنج بتاع الجرانيت اللي عامل زي الإزاز ده ازاي لدرجة الراجل اللي هو صاحب نظرية دي يومي كريستفرد عني جاي هنا عندنا المتحف المصري واستطاع ان يثبت ان البوليشنج بتاع الجرانيت ده كان بنوع من الطاقة اللي احنا بنفتت بيها حصوات الكلة النهاردة ان الطاقة دي كانوا بيولدوها ان الاهرامات وان الاهرامات ما كانتش مقابر ما عندنا تسعة وثعين هارم ما فيوش ممية واحدة لغاية النهاردة انما كانت محطات لتوليد الطاقة فالخيوط الجراحية اللي عملوها انا ان نسيت لأ انس كنت باشتغل معه واسم جران سويني في انجلترا وبعدين كان مجلة انا فتحها كده في تي تايم وجايبين صورة توت عن خامون مذهبة ومكتوب تحتها ايه يعني ما يصحش ان احنا نستخدم خيوط جراحية كان بتستخدم من خمسة الاف سنة فات اللي هي الكات جات اللي كنا بنتكلم عنه قبل كده واحنا عندنا دلوقتي الخيوط الصناعية الجديدة اللي هي الديكسون والفيكرال والاااا فكان جون سويني بص وهي المجلة فيه دي قال لي العمل الدعاية والاعلام ده رجل غبي قلت له ليه؟ قال لي ده بيعمل دعاية لتطعن خامون هما جايبين صورة تطعن خامون المذهبة ده هيا وتحتها كلمتين دول ان احنا ما نستخدمش خيوط كان بتستخدم من خمسة الاف سنة فات قال لي ايه ديش ده الكات جات ده ادر كوتستان تستوف تايم ادر يتحدى اختبار الزمن خمسة الاف سنة الخيوط الجراحية الجديدة ده هيا بتاعتنا احنا مش هارفين هتستنى هتستنى ديه اصلا ايه انا مش هارفين لسه غاية الوقت مش هارفين هتستمروا لا ان اما الكات جات ادر يتحدى اختبار الزمن يعني موجود فالغاية النهاردة الاعجاز بتاعهم طب اي حد يروح دندرع غاية النهاردة ده انا جاء لي كتاب من الولاي اليونيتد ستيتس زوجتي كانت هناك من شهرين ثلاثة وجابت لي الكتاب ده ازاي انا فكرة اولا من ضمن العلماء البنابيرون البنابيرت اللي جابهم هنا عالم اسم فولتا فولتا راح دندرع الي هي تبع انا الي هي تقريبا سبع ثمانية كيلو من القصر اي حد لو يفتح دلوقتي وانا بتكلم يكتب كده دندرع ده المصابيح الكهربائية هياجد حكاية المصابيح الكهربائية ده يعني ازاي ان المصباح بس المصباح في حجم انسان واحد العلماء الالمان عمل نفس التجربة وعمل مصباح بنفس الحجم بتاع الانسان والسلكتين اللي طالعين للبطارية الحاملة الفرنسية ما عديتش غير ثلاث سنين خرجت من مصر الف تمانمية واحد الف تمانمية واحد فولتا يعلن وصوله للبطارية وهو واخدها من عندنا من دندرع والأبليون بلا بارتي يدي له هدية سهبية لهذا الكشف احنا منهوبين حاجاتنا واكتشافاتنا وعلمنا كلها نور والمصباح والطاقة عشان كده من هنا انا عاوز اشكر السيد الرئيس طرفي ليه اصدر قانون من سنة ان البعثات الاستكشافية اللي بتيجن كانت المانية ولا فرنسية ولا انجليزية خمسين في المية منها لازم يكونوا مصريين خمسين في المية منها لازم يكونوا مصريين ليه؟ عشان لا الحاجات اللي بيلقواها بياخدوا بياخدوا وبعد كده يقولك احنا واحنا 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 كل جاي من عندنا احنا ينسبوها ليه نور اللي حضرتك بتتحدث عنه وفي حضرتنا احنا بنسترجعه وبنستعيده وبنتذكره علشان نسير عليه في الحاضر الذي يستغيث كثيرا في امور تحدثنا عنها النهاردة على سبيل الفن ومن اجل ايضا المستقبل اللي بنتمنى انه يكون مشرق للأجيب سمحتيني انهي كلمتي بان اذكر الناس جميعا حين انتصرت اليونان على اسبارتا احد المفكرين من اليونان اهل جملة خطيرة جدا الهزمناهم على اسبارتا ليس حين غزوناهم حين انسيناهم تاريخهم وحضارتهم وشان كده برضو مرة تانية بشكر السيد الرئيس انهم دايما يؤكد على الحضارة المصرية القديمة شكرا جزيلا العالم الكبير دكتور وسين السيسي